السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في سوبر مامي. يا رب تكونوا بخير. النهار ده هعمل لكم ريفيو عن الفرن الكهرباء بتاعي. في متابعة جميلة طلبت مني ريفيو عن الفرن علشان عندها نفس الفرن بالضبط. بس مش بتعرف تشغل اللمبة بتاعته. هنتكلم عن نوعه عن سعره عن طريق تنظيفه عن كل الزراير اللي موجودة في الاجناب بتاعته ديت بتاعت ايه? يلا بينا. اول حاجة عندي الفرن ده. وايت ويل. ده نوع. وايت ويل. هو بلاك كده زي ما انتم شايفينه. الزرارة اللي في الجنب دي اول زرارة عندي دي درجات الحرارة. بتبدأ عندي من اول مية لحد متين وخمسين. في في الزرار كده علامة. لونها سيلفر كده. بتحطيها بقى على اي درجة حرارة انت عاوزها. بتزبطي بيها درجة الحرارة. تاني زرار اللي تحت ده. ده بتاع الشعلات اللي جوه الفرن. اول حاجة دي اللي فيها الشرطة من فوق دي الشعلة اللي هي الشعلة اللي فوق. الشوية يعني. الجزء اللي جنبها اللي بعديها على طول ده اللي فيه خط من تحت ده الشعلتين اللي تحت بتاع الفرن. آآ العلامة اللي فيها آآ اخر واحدة دي فوق وتحت دي كده بتشغلي الفرن الشوية والشعلة اللي تحت مع بعض. آآ عندي هنا بقدر زرار القف ده آآ ده نقفل منه. الفرن خالص. يبقى ممكن اشغل الشوية الوحدة. ممكن اشغل الفرن من تحت الوحدة. وممكن اشغلهم هما الاتنين مع بعض. الزرار اللي بعديه ده الطايمر بتاع الوقت. اثبط عندي من اول عشر دقيق لحد ستين دقيقة. آآ ده ازبط الطايمر زي ما انا عاوزة. بزبطه مسلا في الكيك على اربعين دقيقة. زي ما انت عاوزة. الزرار الاخير ده الزرار بتاع اللمبة. عندي هنا الوف طبعا بيكون مقفول. عندي هنا العلامة بتاعة الشوية اللي عند الاسهم دي. دي علامة الشوية. لما اجيب الزرار عليه يبقى انا جده بشغل الشوية واللمبة مع بعض. طب في جنبها تحت هنا في الجنب علامة لمبة بس. لو شغلت عليها بس. يبقى انا كده بشغل اللمبة بس ما بشغلش الشوية. لو جبتها على تحت هنا على علامة السهم دي او علامة الشوية. كده انا لو عملت الفرن على الجزء ده. يبقى انا كده بشغل الشوية بس. يبقى ممكن اللمبة شغلها لوحدها. ممكن اشغل اللمبة والشوية مع بعض. او ممكن اطفي اللمبة خالص وبشغل الشوية بس. طيب خلينا نشوف بقى الفرن من جوة موجود في ايه? موجود في اه صوج اللي هو اللونه اسود ده. ده السوق بتاع الفرن. وموجود فيه كمان رف شبك. آآ استلس. وموجود في مروحة في الاجناب هنا في الفتحات دي. وموجود اللمبة طبعا. وموجود شغلتين فوق اللي هما الشوية وشغلتين من تحت. ده كده محتويات الفرن من جوه. تعالوا بقى وليكم عملي ازاي احنا بنشغلوا. انا دلوقتي لو عاوزة اشغل الفرن من آآ من الشغلات اللي تحت بس. هزبط اول حاجة هفتح درجات الفرن الشعلات. اول حاجة هفتحها هفتحها هي الشعلة. شوفي بقى انت عايزة مثلا تشغالي فوق تشغالي تحت او تشغالي اتنمعة بعض. طيب بالنسبة لللمبة اللمبة مهمة جدا في الفرن في الفرن البلايك اللي زي ده لانه طبعا غامق جدا وانه اسود. فاللمبة بتنور بتبقي شايفة ايه اللي جوه. مهمة قوي يعني. لو عايزة طبعا تشغالي اللمبة الواحدة هتجيبي على الزرار اللي فيه لامبة ده بس. العلامة دي. لو عايزة تشغالي اللمبة مع شواية بتجيبي على علامة دي. مش عايزة تشغالي لامبة خالص عايزة جدا بتجيبي تحت على الشواية كده بس. فالشواية بس بتشتغل. حواليكو دلوقتي يعني هشغلوا عشان اورهولكو. هطلع بس الرفوف دي. عندي هنا مستويات الرف ممكن يدخل فيها. في اربع مستويات ممكن نحط فيهم الرف في اي مسافة اه بين بين الفرن وبين الشغل يعني. عندي بعد كده الشواية دي طبعا شواية الفراخ المشوية اللي بنعمل فيها فراخ مشوية. بيبقى فيها اسم كده في الاجناب علشان تدخلي الفرخة. وتبدأي تزوقي تقفلي على الفرخة من ناحيتين بالجزء اللي فيه المصامير ده. عشان تسبتي الفرخة في السيخ نفسه. اوريكو مكانها فين? في فتحة ايه? ديت اللي بتركب فيها الشواية بتاعت الفراخ. بندخلها من الناحية دي بنزوقها جوه لحد العلامة. بنزوق لحد العلامة دي كده. والناحية التانية بنسندها لها سنادة كده. بنحطها في المجرى بتاعتها كده وبنسندها عليها. كده انا ركبت الشواية بتاعتي طبعا بتكون يحط فيها الفراخ وقفل عليها بالمصامير دي ومسبتها كويس او في السيخ. انا بقى عايز نشغل الشواية. هشغل الشواية. الاول طبعا هنشغل الفرن الاول. وبعد كده نشغل الشواية واللمبة مع بعض. الشواية بقى عندي بتبتدي تلف واللمبة شغلة. ده كده انا ضغطت على الزرار او او حطيت على علامة الشواية واللمبة مع بعض. بتبدأ بقى الشواية تلف معي كده. وطبعا زي ما تحبي بقى لو انت عاوزة تشغلي الشوية اللي تحت بس عليها بتشغليها برضو عادي بس مع اللمبة. ولو انت عايزة تشغلي الشواية في الاخر تحملي ما فيش مشكلة. عايزة بقى تشغلي من الاول على طول شوية وشوية مع بعض ينفع برضو جدا زي ما قلت لكم الزرار اللي بنشغل بيفوقه تحت مع بعض. فالفرخ هتستوي وتتحمر في نفس الوقت. مهمة قوي بس وانت بتشوي فراخ او بتشوي اي حاجة حتى في الفرن البوتاجاز العادي ان انت تحطي صاب او صينية علشان ينزل فيها السوائل والضهون والحاجات اللي هتنزل من الاكل اللي بتتحمري او بتشوي يعني. زي ما انت شايفين كده اللمبة بتبقى مبينة من جوة ايه اللي بيحصل جوة. الحاجة تتحمرت كده بتبقى يعني مهمة قوي اللمبة. كده خلاص. عندي بقى بيجي مع الفرن حامل للسيخ بتاع الشوي. ده حامل كده تقدر يتشيلي بيه بقى لو انت حط حاجة بتتشوى في الفرن طبعا بيبقى سخن جدا. صعب جدا انك تخرجي بيديكي. فبتبدأ يتشيليه بالحامل ده. وكمان في حامل صغير للرف المعدني ده. اللي هو الشبكة. بيبقى فيها حامل كده. تقدر يتخرجيه برضو لو هو سخن ومش عارفتش ليه. ليه حامل كده بيخرج بيه. انا جربت ده الفرن ده نوع آآ وايت ويل. آآ انا جربت قبل كده بلاك اند وايت. حلو جدا جدا برضو. بصراحة كان رائع معي يعني النوعين دول كويسين قوي. ده الحاجات اللي انا اجربتها وادر رفيتكو ان هي كويسة ولا لا. يبقى كده قلنا الفرن بيجي معي الثلاث اجزاء دول شوية وحامل السيغ الشوي وحامل الشبكة بتاعة الفرن. بيجي طبعا معي اللي هو الدليل ده. موجود فيه طبعا آآ كل الاجزاء دي استخدماتها ازاي. ومعاي كمان شهادة الضمان. موجود في اول صفحة طريقة التشغيل. بعد كده جايبلك بقى الاجزاء كلها بتاعة الفرن. واسهم على كل جزء ده بيشتغل ازاي? وايه هو اصلا الجزء ده عبارة عن ايه? وعندي في الصفحة اللي بعدها جايبلي درجة الحرارة تحت تسوية المعجنات والبيتزا والكيك. بيقولك ان البيتزا بتعمل درجة الحرارة على ماتين وخمسين. المشويات على ماتين وخمسين. الكيك والحاجات الكحك مثلا على مية وتمانين. آآ بسكوت وكوكيز وحاجات الخفيفة دي على مية وسبعين بس. جايب بقى تحذيرات طبعا ان انت ما تنظفيش الفرن خالص وصخن غير بعد تلاتين دقيقة من انتهاء تشغيله. آآ طبعا من الافضل نكتبي باب ما اكتوح شوية بعد ما تخلصي علشان تسرعي في عملية التبريد. وتاخذي بالك طبعا ان يكون السلك بتاع الفيشة بعيد عن الفرن وهو سخن. ما يكونش جنبه قوي وقريب يعني. دي كده الحاجات المكتوبة. آآ طب نتكلم بقى عن طريق تنظيف الفرن. آآ بلاش تستخدمي باور خالص. علشان هيعملك تآكل كده جوه في في الصاج اللي جوه. وهيخليه يعملك بودر كده ينزلك بودر اسود على الاكل. بلاش كده خالص. وما تستخدميش اي منتجات كيموية جوه الفرن. اخرج خالص تستخدمي آآ شوية خل على على كربونات. بس كده. حينضف معيك لو انت متابعي. وانا بخسله اصلا بيليفة بتاعت او الزبونشة بتاعت المعين. عليها شوية على خل بس. وبينضف بيقى زي الفل. لان اول ما الحاجة بتتكب فيها وما بتلحقش هتتحرق بقى وتنشف وكده. فدايما انت بالك انك متستخدميش حتى على البتجاز. متستخدميش بور. آآ ممكن يبوز لك الاستلس خالص ويعملك في بقع. آآ برضو سيترس اللي انا كنت اعيلكو عليه قبل كده استخدمه في تنظيف الحوامل. هو حلو جدا ولكن ببوز الاستلس. عملي كان بقع كده فدايقني جدا بصراحة. فقلت اقول لك عشان محدش يرشه على البتجاز. آآ عايزة وريكو اللامبة قد ايه بقى مهمة في ان انت بصي على الحاجة وهي موجودة. ببص عليها طبعا وانا بعمل كيكات وحلويات. غالبا انا بستخدم الفرن ده في الحلويات بس. آآ عملي ما عملت حلويات خالص في الفرن بتاع البتجاز. فهو بيزبط قوي حتى الفرن الكهرباء بيزبط قوي في الحلويات. ما شاء الله بيبقى حلو. ودرجة حرارته بتقوم مزبوطة. خصوصا في الكيكات يعني. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ويراب بيكون الفيديو عجبكم. آآ سعر الفرن آآ بألف ومية. سعره يعتبر مش غالي. آآ وآآ يارب تكون آآ الفيديو مفيد وتكون البنوتة اللي سألت استفادت حاجة من الحاجات اللي انا قلتها. وفهمت اللامبة بتشتغل ازاي وممكن تشغليها لوحدها او تشغليها مع الشوية او ممكن تشغلي الشوية برضو لوحدها. اصفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وحط لايك الفيديو لو عجبكم. ولو اول مرة زوريكم.